في أولى خطوات مبعوث الأمم المتحدة الجديد الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد نحو تحقيق تطور إيجابي في الحديدة استعرض خطة تنفيذ اتفاقية سفينة فوس أبولو مع رئيس أركان الجيش اليمني الفريق عبدالله النخعي في عدن الذي أبدى تجاوبا لتحقيق إعادة الانتشار وفتح معابر آمنة لإيصال المساعدات العاجلة إلا أنه حذر من تعنت الانقلابيين ومماطلتهم في تنفيذ أي عهد أو اتفاق بدوره أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبد مجلي خلال الاجتماع ذاته على أنه ملتزم بتطبيق الهدنة ملمحا باستكمال الحسم العسكري في حال واصلت الجماعة الحوثية رفض تنفيذ الانسحاب من الحديدة أو تسليم الموانئ الثلاث مطالبا للأمم المتحدة بتسمية الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد واطلع الجنرال لوليسغارد خلال الاجتماع ذاته على كافة الانتهاكات المسجلة بحق ميليشي الحوثي فالأرقام تشير إلى رصد أكثر من 1120 خرقا للهدنة نصفها وجهات ضد مواقع للجيش اليمني راح ضحيتها أكثر من 60 مدنيا عدا عن استهداف المدنيين المباشر بالمقلوفات والصواريخ الباليستية التي تسببت بنزوح المئات منهم أحلام العقوب الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا